لا عجب في انقطاع المياه في بلاد العجائب ومع الحكومة المعجزة لا مستحيل فبعد انقطاع المياه عن مناطق عدة في بيروت جاء دور بلدات سن الفيل النبع الجديدة والدكوانة وبحسب بيان عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المياه ستقطع في هذه المناطق اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء حتى مساء يوم الجمعة من أجل القيام ببعض الإصلاحات الكهرباء والماء الرادي عم بينقطع وبطريقة مستمرة بس انه شو نعمل تعودنا نضلنا ندبر حالنا منشتري ماء منزق من لبناني معود نتمنى من ربنا لشاطة الدنيا نستعين بشي مزراب نازل من البلكون المسؤولين هاو دي لو محلنا الحاكم أنا لحط نحبسهم كله شو مرعبش عم نشوف الماء عطول نحن بنعبي ماء ولا نهار ما عبينا ماء عطول عطول نحن في عنا هون كتير زلم كتير غني معه ومصائر من وراء الماء من وراء ما هي هيك هيك الماء مقطوعة وأنجأ لتيجي الماء في شو المشكل اذا قطعت لاشي جمعة هلأ هن يقولوا جمعة وتكون جمعة مش مشكل بس ما تنقلعت شي شهران ما من شي شهر وقت كيون عم بيسلحوا على اساس قطعوا الماء ضلت شهر مقطوعة على اساس جمعة ومبارشوا عم بيسلحوا عادي ما هي هي البلد يعني كل عمر مقطوع على الماء وما في كهرباء مش شي جديد تخوف الأهالي لا يكمن في فقدانهم المياه لأيام ثلاث بل في فقدان هذا العنصر الاساسي في الحياة لفترة أطول كما حصل مع مناطق كسروان التي وبسبب الصيانة أيضا محرومة من قطرات المياه منذ عشرة أيام عمنا تبهدل ولا فينا نزق نحن بقى نرجعنا عشرين سنين لورا عشرين سنين لورا طيب شو هم تعملوا كيف هم تبرق موصل؟ والا جاوزي كلهم يطلعوا منزلوا ع بيروت عم يعبوا من تحت قلونات طبع الشرب وهيك هلا جلات بره فقدوا السد وطرقوا العنم بلا ماء وكل العنم تعلق على الصرخة هون مع أنه النبع عننا فوق وهذه الثلاث مناطق ما توع عنا الماء هون طيب وكيف هم تبرق حاجة؟ عم نشتري عم نشتري ماء ما فينا نعمل شي غالي الماء عم تكون سترق؟ أكيد أكيد أعلى سترنا صغير ستين ألف طينت للسد يمكن للربيع عم يصالحوا عساس عم يصالحوا السد عم ينطفوه بس يزبطون ياها يعني الواحد بيتحمل بيتحمله بعدين هلا بس شاعت داري بيعب السد بصور فيه الطريق إلى سد شبروح مقفل حتى انتهاء أعمال الصيانة وإلى أن ينعم الله بشتائه فإن الترقب سيد الموقف ترقب أجندة الوزير جبران باسيل لمعرفة إن كانت ستلحق منطقة أخرى في لبنان بأخواتها المحرومة من المياه منذ أيام قطعت المياه في حي سكني في أنقرة ما دفع بعدد من الأتراك إلى التظاهر برداء الاستحمام فهل ينتظر وزير الطاقة والمياه في لبنان أن يرى اللبنانيين بهذا الشكل حتى يولي الموضوع اهتمامه؟ نهد يوسف تلفزيون مستقبل